ساحة جديدة لحرب دولية بالوكالة تلوح في أفق الأزمة الليبية مع اهتدام المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وبين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر القادمة من مناطق شرق البلاد في محاولة للسيطرة على العاصمة مجلس الأمن الدولي فاشل في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قرار بريطاني يطالب بوقف القتال في طرابلس بينما أعلن البيت الأبيض عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس ترامب واللواء حفتر قبل أيام وتناول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والحاجة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا حيث أثنى ترامب على ما سماه دور حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية بل إن الأمر تعدى الدعم السياسي إلى الدعم العسكري إذ أعلن المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحفي في بنغازي أن منطقة العزيزية تشهد ضربات جوية صديقة لمواقع قوات حكومة الوفاق ما يعني عمليا تدويل الصراع في ليبيا لسيما أن حفتر يتلقى كذلك دعما إقليميا من بعض الدول العربية التي ترى في سيطرته على ليبيا تحقيقا لمصالحها الإقليمية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من جانبه أبلغ مجلس الأمن بوجود تدفقات هائلة من السلاح تصل إلى ليبيا في الفترة الرهنة رغم الحضر المفروض عليها منذ 2011 مؤكدا أن الانقسامات الدولية شجعت حفتر على إطلاق العملية باتجاه طرابلس وهي انقسامات تمثل مصدر قلق بقدر ما تمثله المعارك وبينما تدعم أمريكا وروسيا وفرنسا الحرب التي يشنها حفتر ضد العاصمة الليبية تعارضها كل من بريطانيا وإيطاليا وتركيا في حين خرج أهالي طرابلس ومصراته في تظاهرات حاشدة تنديدا بحرب حفتر وداعمه الأقليميين والدوليين مؤكدين أن هؤلاء لا يستهدفون فقط السيطرة على مدينة طرابلس وإنما في سياق الثورة المضادة يحاولون الانقضاض على ثورة الشعب الليبي التي أسقطت نظام القذافي